ضمن سياسة المتغيرات وتفاديا للخيبات بل وحفاظا على المكاسب يغازل مظلوم عبد قائد قوات سوريا الديمقراطية رئيس البيت الأبيض الجديد جو بايدن في محاولة لكسب الود والحفاظ على إرث قسد شرقية سوريا بل ويسعى إلى استغلال موقف بايدن من أنقرة معلنا عن استعداده لإجراء محادثات سلام مع تركيا دون أي شروط مسبقة يبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية تفاؤله بالإدارة الأمريكية الجديدة ويرى عبدي أن دخول بايدن البيت الأبيض قد يتيح الفرصة لتغيير سلوك تركيا على اعتبار أن جو بايدن ليس على علاقة جيدة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفقا لتصريحات سابقة ويطالب عبدي الإدارة الجديدة للبيت الأبيض بمواصلة دعمها لقوات سوريا الديمقراطية وزيادة القوات الأمريكية شرقية الفرات مهددا بكرت تنظيم الدولة الذي ما يزال ينشط في المنطقة على حد قوله وعلى اعتبار أن الوجود الأمريكي في المنطقة يشكل عاملا مهما في تثبيت الاستقرار ومنع عودة التنظيم إضافة إلى الرقابة على نشاط الميليشيات المدعومة من إيران وإدارة التوازنات في منطقة تتشارك فيها عدة دول من بينها روسيا وتركيا المصالح والنفوذ تصريحة عبدي الجديدة بقيت معلقة دون رد تركي في المقابل كانت هناك تحركات على الشريط الحدودي مع نشر وسائل إعلام مقربة من قسد تسجيلا قالت إنه لإزالة الجدار الفاصل بين سوريا وتركيا في إشارة إلى قرب حدوث عمل عسكري إذن رياح الشتاء الديمقراطية التي عصفت بالولايات المتحدة الأمريكية يبدو أن نتائجها قد تنعكس على منطقة تتقاطع فيها مصالح الفاعلين الدوليين والإقليميين شمال شرق سوريا فهل تصغي أنقرة لأعدائها هذه المرة أم تمضي في توافقاتها مع واشنطن التي تتقن سياسة التوازنة بين مصالح حلفائها المتضاربة في المنطقة